أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسعى نهدنا سراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المذوب عليهم ولا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قَدَ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاسُمُ السَّاعَةُ بَحْتَةً قالوا يا حسرتنا على ما فرتنا فيها وهم يحملون أو زارهم على ذهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا له لعيب وله والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قَدَ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَهْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الزَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدَ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَسْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدَ جَاءَكَ مِنْ نَبَيِ الْمُرْسَلِينَ وَإِنْ كَانَ كَبُورَ عَلَيْكَ عِرَادُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَهِيَ نَفَقًا أنْ تَبْتَهِيَ نَفَقًا في الأرض أو سُلَّمًا فِي سَمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةِهِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةِهِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أغسرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرتنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يغشرون والذين كذبوا بآياتنا سم وبوكسم في الظلمات من يشاء الله يظلله ومن يشاء يجعله على سرط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أو غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيخشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرقوا بما أوتوا أخذناهم بهتة فإذا هم مبلسون فقد عذابير القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبساركم وختم على قلوبكم من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم به أنظر كيف نصرف أنظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقوا يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بحثة أو جهرة هل يحلق أو جهرة هل يحلق إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفخرون وأنذر به الذين يخافون أن يهشروا إلى ربهم ليس لهم من دوني ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تضروا ذي الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتضردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بإشاكرين وإذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كذب ربكم على نفسه على نفسه الرحمة على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأسلح فأنه وفور رحيم وكذلك نفسل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيد أن عبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواء كم قد ظللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاسلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقذي الأمر بيني وبينكم والله عالم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والمحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رتب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون كنتم 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 أخبط مرجعنا اشتر اشتركوا في القناة